السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيفكم طلاب الصفحة السادس طبعا أنهانا قاعدة المجرد والمزيد في الأسماء والأفعال اليوم راح نتابع حل التدريبات صفحة سبعين خلينا شوف السؤال الأول ميز مجرد من المزيد فيما تحته خط مما يأتي ألف قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا التحته خط يعمل ويشرك خليك معي نحن قلنا السادس أنه عشان ميز قبل من ميز الكلمة مجرد أو مزيد سواء كانت اسم أو فعل نرجع للماضي الثلاثي وفيه شغلات اعتبرناها مش من الزيادة الآن يعمل هي مضارع لو نرجعناها للماضي الثلاثي ماضيها الثلاثي عاملة هس هاي فلما أن فيها دخلت حروف لحال دخلت عليها الكلمة أصلها يعمل طيب بيضل عندي الزيادة من الياء الآن الياء مش أفادت معنا المضارعة يعني من حروف المضارعة واعتبرنا حروف المضارعة مش من أحروف الزيادة معناته راح يكون إيش مجرد لأنه فيش فيه غير الياء زيادة ماضي عاملة بيّنت عندي الياء زيادة والياء من حروف المضارعة وحروف المضارعة ما اعتبرناها من حروف الزيادة إذن هو إيش مجرد نفس الشي يشرك هاي فعل إيش مضارع شو ماضيها شاركة بيظل عندي الزيادة الياء ويشرك هي فعل مضارع الياء من حروف المضارعة معناته ما بعتبر حروف المضارعة من الزيادة معناته هو إيش هو مجرد با قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفافة والغنى أسألك ماضيها الثلاثية الشي سادس سألة معناته بيّنت الزيادة عندي فيه الألف الهون وفي إيش وفي الكاف الآن أسألوا مش أسألوا فعل مضارع أسألوا وهي فعل إيش هي فعل مضارع معناته هون الهمزة أو الألف أفادت معنا المضارعة مش محروف المضارعة وحروف المضارعة ما اعتبرناها من الزيادة طيب الكاف ضمير متصل إحنا قلنا ضمير الضمائر المتصلة كمان ما منعتبرها من حروف الزيادة معناته هو إيش هو مجرد جيم يكثر السياح في مدينة البترة يكثر من كثرة الآن بيبين للزايد الياء الآن الياء هاي من حروف إيش من حروف المضارعة مش يكثر فعل مضارع وإحنا يا سادس حروف المضارعة ما اعتبرناها من الزيادة إذن هو إيش؟ هو مجرد يعني بترجع الفعل أو الإسم من الماضي بتحدد اللي زاده وبتشوف ممكن يكون مش من حروف الزيادة معناته أنا ما بعتبره أما غير هيك أنا بعتبره من حروف إيش الزيادة إثنين جرد الكلمات الآتية لمن أحرف الزيادة دروس كيف رح أجردها عن طريق الماضي؟ درسة ماضيها درسة معناته منلاحظ أن الواو هي من حروف إيش؟ الزيادة يصاحب وشو ماضيها؟ صاحبة التجريد معناته أن رجعوا للماضي الثلاثي سواء كان اسم أو فعل صاحبة لياء من حروف المضارعة ما اعتبرها من الزيادة معناته الألف هي المزيدة مجالس جالسة الزيادة في الميم وفي إيش؟ وفي الألف تسامح من سامح معناته الزيادة في التاء وفي الألف هون التاء مش مضارعة لأنها تسامح وخلص لو كانت تتسامحوا أنا ما بعتبرها من حروف الزيادة أما هاي ما أفادت معنا المضارعة تمريض من مرضة الزيادة في التاء وفي إيش كمان؟ وفي الياء سؤال ثلاثة رح يكون عندك واجب الآن السؤال الأربعة ضع خطا تحت الأحرف التي تتكرر في كل كلمة من الكلمات الآتية بدنا نشوف وين الحروف التي تتكرر في كل كلمة عالم معلم علامات استعلامات علماء معلومات علماء يعلمونا خلينا نشوف نبعض عين مع بعض عين ألام وميم عين لام ميم عين لام ميم عين لام ميم عين لام ميم كمان عين لام ميم عين أولام وميم معناته مستنتج أن كل هاي الكلمات مأخوذة من الجذر الثلاثي اللي هو إيش؟ علمة كلها لش اذكرت هالحروف فيها لأن كلها مأخوذة من الجذر الثلاثي أو الأصل الثلاثي اللي هو إيش؟ اللي هو علمة علم؟ علمة معلم؟ علمة علامات؟ علمة استعلامات؟ علمة علماء؟ علمة معلومات نفس الشيء وعليم نفس الشيء ويعلمون مأخوذة من إيش؟ من علمة السؤال الخامس استخرج مما يأتي كلمات مجردة وأخرى مزيدة محددا أحرف الزيادة ألف قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد الآن رح نحدد سواء أسماء أو أفعال ونشوف المجرد والمزيد الآن أقسم شو ماضيها قسمها بنظل عندي الهمزة للزيادة وهي أفادت معنى إيش معنى المضارعة وحروف المضارعة ما اعتبرناها من الزيادة معناته هاي إيش مجرد إذن أقسم مجرد البلد ماضيها الثلاثي بلدة بالضل الزيادة في قال التعريف وقال التعريف في الأسماء ما اعتبرناها من حروف الزيادة معناته هاي إسم مجرد معشي هون إسم وهون فعل وأنت حل بهذا البلد حل من لاحظ واحد مع التضعيف اثنين صاروا ثلاثة إذن مجرد مش بحاجة أني أرجعه طبعا هاي إسم البلد نفس الشي حكناها هسا ووالدي وما ولد الآن ولد إيش الآن والد من ولدة نلاحظ أنه في الألف زيادة صح؟ معناته هون إسم مزيد ولد هو إيش مجرد من بين لأنها إيش لأنها ثلاثية لقد خلقنا الإنسان في كبد الآن خلقنا ماضيها إيش؟ خلق معناته الزيادة في الناء والناء ضمير مش ضمير وإحنا حكينا الضمائر لا تعتبرنا الزيادة إذن هو فعل مجرد كبد اسم وهيها ثلاث أحرف معناته مجرد الإنسان من إيش؟ من أنسة مش من أنسة الآن معناته اللي زاد قال للتعريف والألف اللي هون والنون طيب خلينا نشوف الآن قال للتعريف نعم ما منعتبرها من حرف الزيادة مش حكينا قال للتعريف في الأسماء لا تعتبرنا الزيادة بيضال عند الألف اللي هون الزيادة وإيش كمان والنون لأنه هاي مش ألف ونون المثنة معناته هو إيش؟ مزيد اسم مزيد أي حسبوا أن لن يقدر عليه أحد هاي الهمزة لحال استفها مش مع الفعل مش ضمن الفعل لن يحسبوا شو ماضيها؟ حاسبة صح؟ طيب معناته بيضال عند الزيادة في الياء طيب الياء مش أفادت معنا المضارعة يحسب ونحسب وتحسب وأحسب وإحنا سادس حروف المضارعة ما اعتبرناها من الزيادة معناته هو إيش؟ مجرد يقدر شو ماضي؟ قادر معناته الزيادة في الياء والياء كمان ما اعتبرناها من حروف إيه؟ الحروف المضارعة وحروف المضارعة ما اعتبرناها من حروف الزيادة إذن هو كمان فعل إيش؟ فعل مجرد فعل مجرد أحد مبينة ثلاثية إذن هو اسم إيش؟ مجرد لأن هايها ثلاثية جازة إذن هو إيش؟ مجرد ما أجمل عالم الطفولة الآن أجمل ماضيها جملة صح؟ الآن أجمل ما أفادت معنى المضارعة للألف صح؟ أو الهمزة ما أفادت معنى المضارعة معناته هو إيش؟ مزيد هو فعل مزيد عالمة شو ماضيها؟ عالمة معناته هو اسم مزيد في الألف هاي عالم أصله عالمة معناته مزيد في الألف اللي هي عالم الطفولة الآن الطفولة شو ماضيها طفلة طبعا الزيادة في أل التعريف ما نقول لهم الزيادة في الأسماء معناتهم منسى للتعريف مش نقولنا أصلها طفلة معناتهم في عنده تضعيف هون زيادة وفي عنده واو وفي عنده التأش المربوطة إذن هو اسم إيه هو اسم مزيد إنه يتميز بالصفاء والبراءة خلينا نشوف يتميز ماضيها الآن يتميز وهو يفعل إيش فعل مضارع شو ماضيها ميزة طيب الآن في عند الزيادة معناته في الياء وفي التاء وفي التضعيف اللي هون الآن الياء من حروف المضارع معناته أنا ما أعتبرها نزياد أبدي أنسى الياء معناته التاء وحدة والتضعيف اتنين هاي ثلاثة معناته هو إيش هو فعل مزيد بالصفاء والبراءة ويضرب مثلا في الإنسانية النقية البراءة الآن الصفاء هي اسم راح نشوف يا سادس هل هو مجرد أم مزيد شو ماضيها الثلاثي من صفاء صح؟ معناته الآن قال لي التعريف أنا ما بعتبرها محروف الزيادة معاته راح أنساها بيضل عندي إيش؟ بيضل عندي الهمزة إذن هو اسم إيش؟ اسم مزيد البراءة هو اسم شو ماضي الثلاثي؟ من براءة طيب اللي التعريف ما نعتبرها محروف الزيادة معاته راح أنساها البراءة معناته في الألف وفي التاء إيش وفي التاء المربوطة إذن هو إيش؟ هو مزيد ويضرب مثلا في الإنسانية النقية يضرب فعل ماضي الثلاثي ضربة من ضل عند الزيادة في الياء حروف مضارعة وحروف المضارعة لا نعتبرها من الزيادة إذن هو إيش؟ هو مجرد في الإنسانية النقية طبعا الإنسانية زي ما حكناها من أنسا اللي التعريف لا تعتبر من الزيادة من ضل عند الحروف الزيادة اللي هي إيش؟ الألف والنون والياء والتاء الإنسانية من أنسا الآن أدل التعريف رح ننساها لأنها مش محروف الزيادة الزيادة في الألف والنون والياء والتاء النقية هو اسم من نقى الآن اللي التعريف رح ننساها لأنه ما منعتبرها من حروف الزيادة النقي يأتي معناته رح تكون الزيادة في التضعيف اللي هون وفي التاء إيش وفي التاء المربوطة التي تمنح الطفلة حقه في أن يعيش حياة هانئة تمنح من منحة ماضيها منحة منلاحظ أن الزيادة في التاء والتاء من حروف المضارعة وحروف المضارعة لا تعتبر من الزيادة إذن هو فعل إيش؟ إذن هو فعل مجرد الطفلة حكناها حقه الآن حقه واحد مع التضعيف اثناء صاروا ثلاثة بتضر عند الزيادة في الهاء والهاء ضمير هل الضمير بنعتبره من حروف الزيادة؟ لا معناته اسم إيش؟ اسم مجرد يعيشها نفس الشيء من عاشة أو عايشة بتضر الزيادة عندي في الياء وهي حرف مضارعة وحروف المضارعة لا تعتبر من الزيادة إذن هو فعل إيش؟ فعل مجرد هانئة هانئة من هنئة هانئة الآن هاي اسم هنئة ها بتضل الزيادة عندي في إيش؟ في الألف اللي هون وفي التاء إيش؟ وفي التاء المربوطة إذن هو اسم إيش؟ اسم مزيد الآن يتمتعوا رح نشوف ماضيها متعة صح؟ الآن خلينا نشوف الزيادة الياء ما رح ننتبرها من الزيادة لأنها من حروف المضارعة معناته رح ننسى الياء التاء هاي وحدة من حروف الزيادة والتضعيف اللي هون يعني مزيد إيش؟ هو فعل مزيد بحرفين اللي هي التضعيف اللي هون والتاء إيش اللي هون بما تتطلبه الطفولة من لعب ومرحل تتطلبه ماضيها طلبة الآن رح نشوف الزيادة تتا الآن التاء الأولى هي من حروف المضارعة معناته أنا رح أنساها نشوف الثانية مش قلنا ماضي طلبة هاي وحدة التاء الهون تطلبة اللي هي ما أفادت معنا المضارعة التاء التانية مش الأولى وفي عندي هون تضعيف إذن هو فعل مزيد بحرفين والهاء الضمير المتصل ما رح أعتبره من حروف الزيادة لأنه الضمائر لا تعتبر من حروف إيش؟ من حروف الزيادة لعب ومرح بين اسم خلص ثلاثة حروف معناته اسم إيش؟ اسم مجرد إذا كانت الكلمة جاهزة من ثلاثة حروف معناته باعرفة نعطونها مجرد يا سادس وأن يتلقى تعليمه في بيئة ملائمة الآن يتلقى ماضيها إيش؟ لقى خلينا نشوف وين حروف الزيادة الآن الياء هاي حرف حرف مضارعة ما نعتبره من الزيادة أول حرف زيادة التاء في تلقى والتضعيف اللي هون إذن هو فعل إيش؟ فعل مزيد بحرفين تعليمه طبعا هاي اسم من علمة الزيادة راح كانت معناته في التاء وفي الياء الآن الهاء ضمير ما معتبره محروف الزيادة معناته الزيادة في التاء وين وفي وفي الياء إذن هو اسم إيش؟ اسم مزيد في بيئة ملائمة الآن بيئة اسم راح أشوفها أنا مجرد ولا مزيدة شو الماضي منها؟ وماضيها الثلاثي بواء معناته الآن بيئة من بواء موجودة هاي وموجودة هاي هاي الياء المنقلبة عن الواو يعني موجودة معناته بتصف عند الزيادة في التائش المربوطة إذن اسم مزيد بحرف في بيئة ملائمة الآن ملائمة هي اسم معضيها الثلاثي لائمة معناته راح أتصف الزيادة في الميم وفي الآلف اللي هون وفي التائش المربوطة إذن هو اسم مزيد بثلاثة إيش بثلاثة حروف ولا يزج في سوق العملي الآن سوق ثلاثية اسم مجرد العملي من عملة بتصف الزيادة في التعريف واللي التعريف لا تعتبر من حروف الزيادة إذن هو إيش إذن هو مجرد اسم مجرد الآن يزج ماضيها الثلاثي يزج صح؟ واحد مع التضيف اثنين ثلاثة منلاحظ أنه الزيادة في الياء والياء من حروف المضارعة وحروف المضارعة لا تعتبر حروف الزيادة إذن هو فعل إيش فعل مجرد ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر